نيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء افتتحت معالي الشيخ مي بنت محمد الخليفة رئيسة هيئة البحرين للثقافة والأثار فعليات مؤتمر الأثار الإسلامية من منظور عالمي بمسرح البحرين الوطني بمشاركة شخصيات بارزة في مجال التاريخ والأثار من مختلف دول العالم مؤتمر الآثار الإسلامية من منظور عالمي يحتفي بافتتاح مركز زوار مسجد الخميس بوصفه متحفا يوثق تاريخ أبرز موقع أثري إسلامي في منطقة الخليج العربي شهد الافتتاح شخصيات دبلوماسية وأعلامية وعدد من الأكاديميين والباحثين والمهتمين بشؤون الآثار مجدد الشكر وخلص التقدير لصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد ولي العهد الذي رعى هذا المؤتمر وقدم الدعم الكامل للمؤتمر وأيضا لمركز زوار مسجد الخميس الذي يزوره كل ضيوف المؤتمر هذا المساء ليتعرفوا على حقبة مهمة من تاريخ البحرين دائما نتكلم عن الحقبة التي مرت بها هذه الجزيرة نبدأ بدلم ونصل إلى تايلس والحقبة الإسلامية لم نعطيها الحق الوافي من الدراسة والبحث هذا المؤتمر الأول الذي يُعقد لهذا القرر طبعا هذا المؤتمر يعتبر من الأول من نوعه أنه ينظر إلى تراث الإسلام من منظور عالمي الحمد لله البحرين استطاعت أنها تدرج قلعة البحرين من المواقع الأثرية في اليونسكو ونحن سعيدين أن تجتمع جميع الخبرات في العاصمة وفي البحرين بحيث يتكلمون عن تراث الإسلام من منظور عالمي اهتمام مباشر يوليه صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله بالإرث الثقافي والتاريخي الذي يميز مملكة البحرين وأكدت معالي الشيخة مي بنت محمد الخليفة رئيسة هيئة البحرين للثقافة والأثار على أن هذا المؤتمر أتاح فرصة للجميع للاستماع إلى حكايات أثارنا الإسلامية على لسان أهم الخبراء الدوليين في مجال الأثار والتعرف عن قرب على خارطة التراث الأثري الإسلامي في السياق العالمي هي مناسبة طيبة أن نلتقي هنا نلتقي في البحرين للتأثير على هذه التراث الحضاري العالمي وأنا أود أن أشكر الشيخة مي على هذا الترتيب وعلى هذه المناسبة وأن الواقع البحرين لها مكانة خاصة في التاريخ الخليجي وفي التاريخ العربي في الوقت الراهن تشهد منطقتنا تحديات وظروف استثنائية باتت مدعاة لنا لتسليط الضوء على تراثنا الأثري الإسلامي وبيان أهميته وتوضيح ما تتعرض له مواقعنا الأثرية من عوامل خارجية تحد من فعلية جهود الخفاظ عليها حيث يمر هذا المؤتمر في يومه الأول على أوراق عمل تستعرض الأثار الإسلامية في كل من البحرين ودول مجلس التعامل لدول الخليج العربية واليمن والعراق وسوريا والأردن إرث وثقافة حضارة جامعة أصيلة تقف اليوم مستندة على تاريخ عريق ميزها عن غيرها فكانت محطة اهتمام العالم من شرقه إلى غربه إنها الحضارة الإسلامية حفرت اسمها في جدران التاريخ فكانت مهدى حضارات العالم يحيى العمري لمركز الأخبار تلفزيون البحرين